في تطور أمني لافت تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من وضع اليد على خيوط أساسية في قضية محاولة الاغتيال التي استهدفت مسؤول الاستخبارات في سفرة فلسطين في لبنان العميد إسماعيل شروف أبو إيهاب في مدينة صيدة في 30 من كانون الثاني الماضي حيث قادت اعترافات أحد الموقوفين الفلسطيني ويدعم حمد ذيب والمعروف باسم شيبوب إلى توقيف نائب الأمين العام لحركة أنصار الله الفلسطينية محمود حمد في مدينة صيدة للاجتباه بتورطه في هذه القضية وعلم تلفزيون مستقبل أن شيبوب وهو أحد العناصر التابعين لحركة أنصار الله التي تتخذ من مخيم الميومي معقلا لها كان أوقف قبل أيام من قبل مخابرات الجيش أثناء محاولته الدخول بهوية مزورة إلى مخيم عين الحلوة وأحيل إلى مخفر الصيدة وبالتحقيق معه أدل بمعطيات لها علاقة بمحاولة اغتيال شروف فتمت إحالته إلى شعبة المعلومات التي توسعت في التحقيقات تحت إشراف القضاء المختص وأن الموقوف شيبوب اعترف بضلوعه في محاولة الاغتيال حيث ورد اسم نائب أمين عام أنصار الله محمود حمد في اعترافاته عندها توجهت قوة كبيرة من شعبة المعلومات إلى منزل حمد في صيدة وأوقفته حيث تم اقتياده إلى بيروت للتحقيق معه